اشتركوا في القناة عندهم نفس المشكلة يا أخي أنا لا أعرف كيف أراجع دروسي وإذا رجع دروسي لا أعرف ماذا أراجع ما حلوا هذه المشكلة كل طلباء يقعون في فخ أنه ما يعرفش نظمقته وكذلك أنه إذا راجع تتلف له وتتخلط له كل أمور هذه وفي آخر الأمر يقرأ 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 بعد يشوف روحه يلقى روحه كأنه ما قراش وكأنه انسى كلش السبب وراء هذا الأمر هو التنظيم لأن التنظيم هو السر وهو هدف من أهداف النجاح يعني إذا طبقت تنظيم الوقت رايح بإذن الله تنجح ورايح تصل إلى مبتغاك الحل بسيط جدا أول أمر وأهم وأمر وأهم شيء هو تعيينك لهدف معين يعني أختار مدة معينة مثال أنا نكتب قال 20 يوم القادمة نقطتين نكتبها في ورقة وأقول ماذا سأفعل في 20 يوم هذا؟ مثال نكتب الفيزياء سأكمل الوحدة الأولى وأحل كل البكالوريات نزيد نكتب مثال الأدب العربي سأفهم الدروس كلها وأحل خمس بكالوريات مثال العلوم سأراجع وحدتين وأحل ست بكر اكتب أهدافك في شهر أو 20 يوم أو 15 يوم اختر أنت المدة التي ستدرس فيها يعني بعد ما نخير المدة نخير أهدافي التي أريد أن أصل إليها بعد ما نخير الأهداف التاعي نقسم المدة هذه على الأهداف التاعي يعني قال عندي 10 أيام أو 15 يوم صحة وش ندير في 15 يوم هذيك راني متأكد باللي راني راح نقرأ هذيك الأمور بإذن الله راح نحققها يعني هو عندي هدف راني راح نوصل له لازم قبل 15 يوم هذا نكتب مساميها قال عندي 3 ساعات مثال عندي ساعتين اجتماعيات والله في فيزياء والله اللي خيرتها في اليوم عندي ساعة علوم عندي مثال ساعة ونكتب الوقت هذاك ونبعد لما نكتب هذاك الوقت قال عندي طحولي 7 ساعات يوميا لربما نعطيك يعني في طريقة تنظيم بالنسبة للنظامي يحرف كيف هي نقص يدير ساعة المهم طريقة تنظيم بعد ما نحسب الساعات هذوك نقسمهم على 2 ونشوف ساعات مش حار خرجوا لمثال 7 ساعات تخرج لي 3 ساعات ونصف معناها عندي 3 ساعات ونصف راحة 3 ساعات ونصف راحة من الدراسة باش ما نتعمقش كثيرا وما نتخلط لكمش الاهم قلت تخير الايام ونتخير الاهداف تاعي ونتخير الوقت اللي نراجع فيه مثال من 6 لل7 عندي هذا المادة من 7 لل8 عندي هذا المادة وهكذا ونبعد كنكمل الورقة نتاعي ونجهزها نلصقها في الحيط ولا نلصقها في مكان نقدر نشوفه يعني المكان هذك نقدر نشوفه يوميا قل ندخل للدار نشوف المكان هذك يعني في الخزانة نتاعي في كارطابي ما يهمش اه اليوم عندي بقى لازم 20 يوم اه بقاتلي 15 يوم لازم نوصل الهدف تاعي وهكذا يكون عندك هدف لما يكون عندك هدف راك رايح تحفز عليه رايح تخدم عليه ونشوف الوقت يعني تعد عندي غاية لاحظ معي هذه الطريقة باذن الله اذا اجتربتها راك راح تنفك ولاحظ معي طريقة اخرى نختتم بها هاته الرسالة انو طالب يعد قام خلطها ديماري دردز وخلاص مرة يقرأ فيزياء مرة ما يقراش مرة فلسفة يخزر هاك شهر فات شهرين ما قراش هذيك الوحدة شفت كيف ها ولكن لما تكون عندك هدف وتنظيم باذن الله رايح تنجح اتمنى ان يعجبكم هذا الفيديو وتعملوا له اشتراك وتحطونا الجام وتكتبونا التعليق التاعكم ولا ننسى التطبيق الجديد اللي رايح دارونا اليوتيوب هو الجارس هذاك نكليكي على الجارس ثم وندير تفعيل الجارس لهاتي القناة معناها كنحط فيديو يعود يطلع لك باللي هذا الانسان راح حط فيديو ديروا هذا الامر وتبعونا في القناة وكذلك تتبعوا صفحة الفيسبوك باقدوميل دي زويت مع قنشوبة ونتمنى التوفيق بإذن الله للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة